السلام عليكم مشاهدين الكرام ومشاهدي قناة الناس حلقة جديدة من برنامج مع الناس في حلقة الليلة هنتكلم عن خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا إزاي نعيش رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وإيه هي مظاهر رحمة دي ليلة محمدية في ربيع الأنور هنسعد فيها بصحبة العالم الجليل الأستاذ الدكتور يسري جبر من علماء الأزهر الشريف أهلا وسهلا بخدر التجمع أهلا بكم أستاذ المشاهدين يقول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عايزين نفهم من فضلتك الآية دي وإيه هو المقصود بلفز العالمين بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فيها السر كله سر الحقيقة كلها سر الوجود وسر كل العوالم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والعالمين هي جمع العوالم والعوالم هي سمية عوالم لأنها علامة على خالقها يعني سمية العالم لأنها علامة على خالقها لأن العالم أي عالم تتفكر فيه لم يوجد نفسه فوجوده دليل أنه هناك موجد له نعم والعوالم إحنا يعني عالم الدنيا ده يعتبر بالنسبة للعوالم والعالم الخالقها الله زره وظهور حتى المرادات الإلهية كلها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين من الإرسال هنا إرسالين إرسالين إرسال للإيجاد يعني إخراج المعدوم المعلوم عند الله المراد إيجادي يخرجه من العدم للوجود فده اسمه إمداد للإيجاد ثم إمداد لاستمرار الوجود لأن لو لم يستمر المدد بعد الإيجاد ليستمر الوجود لعبنا مرة أخرى ثنينا زي طيار الكهرباء كده طيار الكهرباء عشان يظل المصباح منير محتاج تدفق باستمرار لو وقف التدفق لحظة رجعنا ظلمة تاني ظلمة العدم تاني وسيدنا محمد هو النور اللي في حياتنا وعلى شك كده هو قبل ما يبقى رحمة للعالمين كان نور الله نور السماء والأرض مثل نوره كمشكة الله نور السماء والأرض هذا النور صفة الله القديمة إن شاء الله من أسمائه النور من ضمن أسمائه وأسماء الله صفة قديمة أسماء قديمة الله نور السماء والأرض هذه الصفة القديمة أراد أن يجعل لها أثر في الخارج كان الله لم يكن شيئا معه لم يكن معه خارج عنه لم يكن معه شيء معه كان الله لم يكن شيء معه كان الله قبل كل شيء الله اسمه النور أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهره ويظهر أثره فلما أراد أن يظهر أثره خلق نورا مظهر لهذا النور فالمظهر حادث مخلوق والظاهر قديم يعني سيدنا محمد هو عبد النور هو قال على طول الله نور سبحانه وتعالى مثل نوره نوره هنا اللي هو حقيقة سيدنا محمد مثل نوره المخلوق الذي أراد ونسبه لهم بضمير الاتصال دليل أنه هو في كمال الاتصال بمولاه مثل نوره يبقى الله نور سبحانه وتعالى النور الأول ده قديم مثل نوره أي الحادث اللي هو مظهر السفة القديمة وإحنا قلنا أن المظهر تجلي والتجلي حادث يعني له بداية حادث يعني له بداية والمتجلي قديم لا بداية له أول بلا بداية وآخر بلا نهاية سبحانه وتعالى فهذا النور الذي له بداية مظهر للنور القديم والنور وسيلة الظهور وعلى شك كده العلماء في التفسير وعلى الله نور السماوات الأرض يعني منور السماوات الأرض يعني مظهر السماوات الأرض مثل نوره الذي أظهر به مراداته كمثل مصباح كمثل مصباح مثل نوره كمشكات فيها مصباح المشكات اللي هي الكوة اللي بتلاقيها في الجدار عشان نضع فيها المصباح عشان ينور الجدار ده جدار الغيوب كان الله ولا يمكنش أيام معه فكان فيه جدار هذا الجدار جدار افتراضي يدل على أن الله لم يكن شيئا ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل كوة في هذا الجدار يضع فيها مصباح يظهر المرادات كلها كمصباح في زجاجة الزجاجة كمثل مشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة دي بتبقى محيطة بالمصباح كويس ولكن المصباح جوه يعني حتى في علم الظهور النبي صلى الله عليه وسلم حالة بشريته كان قلبه ده كتلة من النور ويبقى الزجاجة صدر الحبيب عليه الصلاة والسلام والمصباح قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ده في ظهوره البشري لكن احنا بنتكلم هنا النور ده قبل ظهور أي مخلوق قبل أن يخلق ملائكة وجن وإنس وعرش وكرسي فكان الله نورا صفة قديمة تجلت تجل الله بصفة هذه النور القديمة فأظهر نورا حادث ليظهر مراداته ولشان كده قال ايه كمثل مصباح كمثل مشكات فيها مصباح المصباح في الزجاجة كأنها كوكب دري الكوكب الدري يعني يعني المضيء في نفسه وبعدين في قراءة تانية كوكب دريء يعني مضيء لغيره يعني قراءتين دري يبقى ومنير في ذاته ومضيء لغيره زي في عالم الأكوان الشمس الشمس منيرة في ذاتها ومنيرة للأكوان تجد نورها يدخل كل مكان وهي في مكانها لا تتأثر فهي نور واحد لا يتشوش بالرغم أنه ينور الأكوان كلها كالمثال في عالم الحس الشمس الشمس بتدخل في كل مكان تضيء كل مكان دون أن تنتقل من مدارها ودون أن تتأثر في وحدتها مع ايه تعدد أثرها كاوكب دري يوقد من شجرة مباركة الشجرة المباركة هي شجرة النبوة فهو أصل شجرة النبوة هو بزرتها مع الشكل كده يقول كنت نبياً وآدم ومنجدل في طنتي يعني قبل خلق آدم كنت هنا تعود على الرحانية لأن الأرواح كانت مخلوقة قبل ظهور الأكساد عالم الأرواح عالم لطيف مخلوق قبل العالم الكسيف العالم الكسيف اللي هو عالم الأكساد اللي احنا نشوفه المحسوس ده اللي احنا نشوفه اللي وزن وكتلة وحجم الوزن والكتلة والحجم دي ما كانتش لسه اتخلقت ده كان كله عالم لطيف روحاني فعلشان كده فالأصل الروحاني اللطيف ده هو النور المحمدي قبل خلق الإنسان المحمدي أو أي إنسان أو أي ملك أو سيدنا جبريل أو سماوات أو أرض قبل خلق كل شيء طيب من الصفات التانية يا دكتور برضو يعني من صفة النور نروح لصفة الرحمة ودي صفة من صفات نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم هل ودي صفة ربنا سبحانه وتعالى المرحيم برضو ظهرت هذه الصفة القديمة في مظهر حادث اللي يتجلت في هذا النور فظهرت الروحانية المحمدية يبقى في مرحلة نورانية ثم بعد ذلك تمثلت في الروحانية المحمدية هل المعنى ده دلالة معينة هي صفة الرحمة صفة ربنا سبحانه وتعالى كل صفة تطلب ظهورها يعني أي صفة لله يعني تطلب أن تظهر يكون لها أثر في الخارج يعني يسموها تنفس الصفة الصفة تنفست يعني إيه يعني أرادت أن يكون لها ظهور في الخارج فلما أراد الله سبحانه وتعالى يظهر الخلق أظهرهم بالرحمة رحمتي سبقت غضبي الغضب صفة قهر والرحمة صفة جمال يبقى الله سبحانه وتعالى خلق الأكوان بصفة جمالية هذه السفة الجمالية اللي هي صفة الرحمة اللي هو إيه أظهرها في صورة رحمة مخلوقة يبقى رحمة الله صفة قديمة إيه انبثقت منها في الأكوان الرحمة الحديثة ليه وما أرسلنك إلا رحمة العالمية ولو الناس تفهم أرسلنك دي يعني يعرف أن في مدد باستمرار إحنا نقول إيه انقطع الإرسال مش كده برضو يعني طالماك موجود يبقى مستمر الإرسال فاللي هو أرسله يعني إيه يعني النبي مأزاله يستمد ليومد يستمد ليومد في كل لحظة في كل يعني فهمته سكن يعني إذا كانت هي أقل زمن يعرفوا الوقت الفهمته سكن الدكتور رحمة زويل رحمه الله ففي كل بقى لحظة بيمد هذه الأكوان وعلى الشيء دي معنى الإرسال وسبب الإمداد ده سببه الذي لا السيال السيال المستمر إن ربنا بيصلي عليه يبقى صلاة الله على هذه الرحمة إمداد لهذه الرحمة وإحنا بنصلي عليه إحنا لا هو ما بيصلي عليه بيمده عشان يمد الأكوان فيظهرها وعلشان كده بيقول إنما أنا قاسم والله يعطي يعني ربنا بيعطيني عشان أقسم للأكوان وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ خلق الله الرحمة بيتكلم على نفسه بقى الحقيقية قبل ظهور البشرية مش بيتكلم على الشخص المحمدي ولا الإنسان المحمدي بيتكلم على أصل الروحانية العالم اللطيف اللي هو قبل ظهور الكسيف بيقول خلق الله الرحمة وقسمها مئة جزء فأعطى للدنيا جزء واحد من المية طيب والباقيين راحوا فين التسعة وتسعين كل عالم من العالم خد نصيبه اللي بيه يصلحه الدنيا لأنها داني الدنيا سمي الدنيا إيه؟ من الدنو قصر الأجل فهي أقل عالم من حيثه مدة بقائه عشان كده يجب كل من عليها فان فسمي الدنيا من الدنو وسمي الدنيا أيضا من الدناء لأن دناءتها إن فيها حتظهر بعض المعاصي ويظهر بعض الفحشاء لوجود إنسان مكلف مختار فوجود الاختيار أدى إلى وجود المعاصي لكن لو فيه إجبار ما كانش يبقى فيه معاصي الله لا يأمر بالفحشاء وربنا لا يحب الفحش والتفحش بس الدنيا فيها يبقى دليل إن فيه حرية اختيار ولما ربنا أراد إن الدنيا يبقى في محل اختبار ومحل مكلف مختار إن بنى منها وجود الكفر والإيمان والمعصية والطاعة جميل هنقف عند النقطة دي يا مولانا واستأذن حضرتك نخرج فاصل قصير ونرجع نكمل مرة تانية وليلة محمدية في حب المصفى صلى الله عليه وسلم برحب بحضرتكم مرة تانية ونجدد التحية بالعلامة الجليل الدكتور يوسري جبر ولسه بنتكلم عن نبي الرحمة ومظاهر الرحمة اللي تجلد فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى في كتابي الكريم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فهل النبي صلى الله عليه وسلم بشر زينا؟ نعم من حيث كسافته في العالم الكثيف فهو بشر زينا اللي هو الجسد اللي هو الجسد يعني جسد مكون من إنسان على صورة إنسان ففي قلبه في معدة وفي أعضاء وأجسام ووجه جميل وشعر وهذا الجسد كمان يتنفس ويأكل ويشرب ويضحك ويبكي يعني زي جسد الإنساني العادي فقل إنما أنا بشر اللي بيقول أنا هنا على فكرة سيدنا محمد المولود في مكة مش سيدنا محمد في عالم اللطيف اللي هو أرسلنك رحمة العالمين لأن سيدنا محمد اللطيف قبل ظهور سيدنا محمد الكثيف اللي هو ابن آدم اللي هو مولود كان هو بداية الأكوان فهو آدم الأكوان من حيث أنه رحمة للعالمين فإذا كانت الرحمة سابقة لظهور العوالم فلابد أن يكون السبب سابق على مسببه فيبقى هو من حيث لطافته بروحانيته سبق كل شيء فهو أول الخلق أجمعين الروحانية المحمدية هي أول ما خلق الله خلق روح واحدة اللي هي الرحمة للعالمين زي في عالم الأجسام والإنسان أول ما خلق خلق نفسه واحدة أبونا آدم خلق من أبونا آدم زوجه فبقوا اتنين وبعدين بث منهما رجالا كثيرا ونساء فتكثر أبونا آدم وأمنا حواء في زريتهم دون أن تتأثر أبونا آدم في وحديته ولا تتشوش أمنا حواء في وحدته يعني إحنا في عالم الحس الرجل لما بيخلف عشرة أولاد هو بيتأثر في جسمه بتشتت يبقى هو تكثر في أولاده دون أن يتأثر في ذاته صح؟ ده في عالم الأجسام والأم برضو لما بتولد ويطلع منها عشر عيال وعشرين عيل زي ما يطلع أمنا حواء جابت أربعين بطن اللي يا أبونا آدم وكل بطن اتنين فهل هي تشوشت أمنا حواء تقسمت فذابت واختفت في أولادها؟ لا فهو ربنا بيبين لنا في قوله يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يعني أننا نتعز إن الله كما خلقنا في عالم الحس من نفس واحدة وبعدين تكثرت زي النفس ونساء اليوم ما أرسلناك إلا رحمة العالمين تكثرت منها سائر العوالم دون أن تتأثر في وحدتي ويظل روحانية الحبيب هي التي تتكثر في سائر العوالم دون أن تتأثر في وحدتها كما تكثرة أبونا آدم في زورياتي دون أن تتأثر في وحدتي فربنا بيدرب لنا بالكسيف عشان نفهم اللطيف بس سيدنا محمد كده كانت بشريته مخصوصة برد هو لما كان من حيثه اللطيف كانش لسه ظهر لا بشر ولا ملك ولا جن ولا أي حاجة لما ظهر بقى في سورتي البشرية هو بشر لك البشر لأن حقيقته ليست كسائر الحقائق فلما بيقول إنما أنا بشر مثلكم حتى لو قفنا على بشر مثلكم ممكن تدينا ملمح يعني إيه يعني أنا بشر بس لو اجتمعتم كلكم فأنا مثلكم مجتمعين فهمت المعنى ده يعني حتى لو قفنا على مثلكم وإن كان مفيش وقف لكن نفرد إننا نقف وناخد ملمح إنما أنا بشر مثلكم يعني أنا بشر واحد بس مثلكم مجتمعين يعني مزي زيكم لا يعني أنا وعشان كده لما شرح صدره وسيدنا جبريل خد صدر قلب الحبيب فبقى يوزنه بعشرة يرجح وزنه بمية رجح وزنه بألف رجح فأم سيدنا إسرافيل اللي كان حضر معاه سيدنا جبريل في حديث قال اتركه فإنه لو وزنته بالخلق أجمعين لو وزناهم يعني هو مثلهم يا الله عليها أفضل الصلاة والسلام شوف تبقى هذه معنى إنما أنا بشره مثلكم فمش انتقاص ده الآية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وزن فهو كالخلق أجمعين عليها أفضل الصلاة والسلام ده لو قفت عند مسلكم لأن في ناس بيستعملوا الآية على إنها نوع من إن النبي منه كتير من نماذج كتيرة يعني واخده بالك لا ده النبي لا مثيلة له لأن مين اللي يبقى واحد لو حبتنا البشر كلهم جميعا يرجحهم هو هو واحد بس تعمتي لما نقول مثلا إيه إن الكورة دي اللي قدامي دي مثل الكور دي كلها يعني معناها لو وزنتها واخده بالك زي ترجح على كل الكورة التانية فأنا صحيح بشر في الصورة واحد لكن لو وضع أمامي في كافة أخرى البشر أجمعين فأنا مثلهم يعني إيه يعني أجمعهم جميعا في ذاتي فده دليل ده ده أولا تكميل من هذه الحاجة طب اوصلي بقى قول إنما أنا بشر ومثلكم يوحى إلي هل كل بشر معتاد يوحى إلي يبقى كمان في خصوصية فوق الخصوصية خصوصية النبوة يبقى هو بشر اجتمعت فيه ما تفرق من كمالات في سائر البشر قلي معنى بشر ومثلكم فإذا تفرقت فيكم الكمالات فمجموعة فيه ثم فقت عليكم بأن يوحى إلي أيضا فهمت بقى المسأ ده ملمح آخر في الآية يعني لأن في ناس بيقولك بشر مثلكم يعني زي زي بالضبط لا لا مش كده أبدا فيش حاجة إذا كان هو سبب كل زي آه يعني اعتقاد المسلم إن هو سيدنا محمد زي زي وزينا ده أكيد هيأثر على عقيدة المسلم طب حتى زيه زينا يبقى زيه لوحده زينا كلنا نحن لازم نفهم اللغة يعني ما يبقى فرد يوزن الكل يبقى الفرد ده معتد يبقى ده فرد معتد يوزن كل البشر النبي لوحده يوزن كل البشر تقيمت المعنى الملمح نعم طي هو ده الملمح يبقى كلمة إنما أنا أبشر مثلكم مش فيها لش أنت قص للنبي ده فيها تكميل ده حضرتك وضحت معنى تاني خالص لا آه فلازم ناخد بالنا أن الآيات القرآن أصله ليه ظهر وليه بطن وليه حد وليه مطلع فظاهر الآية تفتكر إنه هو له مثيل كثير صحيح زيه زينا في ظاهرة لكن في بطنها إنه هو لا مثيلة له لأنه هو اجتمع فيه ما تفرك في غيره يا الله أيه واشا كده حتى يبقى من حيثه بشريته اجتمعت فيه كمالات كل البشر وفاقهم بأنه يوحى إليه طب أنا عايزة أروح لي عشان كده يوحى إليه تثبت نبوته ومثلكم تثبت خصوصيته الله أنا عايزة أروح لنقطة برضو هي ليه علاقة بالموضوع ده والحديث اللي رويته السيدة عائشة وكانت بتقول إني لست كهيئتكم إني أبيتو عند ربي يطعمني ربي ويسقيني يهو أبيت دول أن أنا مش مثلكم يعني إيه يعني طبع بالطبع لا لا أنا في الصورة بس مثلكم في الصورة أنا كنت لسه أقول لحضرتك الفرق أي يعني أنا في الصورة بس مثلكم الصورة الجسد في الجسد بس والهيئة حتشوفيت لقيه رجل أمامك قاعد زي كسائر الرجال تهمتي؟ لكن لما تتمعني فيه وحققته من حيث لطافة روحانيته ومن حيث جمال صورته ومن حيث خصائص هذا الجسد هتلاقيه مخصوص في كل حاجة مختلف في كل حاجة فلما نيجي مثلا الجسد الحبيب صلى الله عليه وسلم ماذا هي أكسد نحن؟ من أول ما أمه حملت فيه على فكرة ده قبل ما يتولد أي ست بتحمل مش هو بيقول أنا صلى الله عليه وسلم دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤية أمي وكذلك أمهات الأنبياء يرين فقد رأت حين وضعتني أنه نورا خرج منها فأضاء له كل شيء صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول أنه هو كذلك أمهات الأنبياء يا رين يبقى أمهات الأنبياء دول أهل فضل أهل رؤى أهل تصديق فما فيش أم نبي في النار أي نبي يعني ما فيش امرأة حملت فيه نبي ولدته وكانت من أهل النار على الإطلاق الله مش نبينا بس على فكرة كل الأنبياء كل الأنبياء نعم لأن يستحيل أن يكون الوعاء اللي حمل النبي يحرم من فضل هذا الله لإيه بقى لإن خدي بالك في قاعدة عندنا في الفقه بتقول إيه حريم الشيء لو حكم ما هو حريم الله يعني الشيء المحيط بالشيء بياخد حكم الشيء نفسه جلدة المصحف دي مش من المصحف صح صح دي جلدة ده كانت جلدة ودبغناها وكانت أصلا كانت على بقرة وغلفنا بها وبعدين بعد كده غلفنا بها المصحف لما غلفنا بها المصحف بقت لها حكم المصحف ما نمسهاش إلا وإحنا متوضيين صح صح ولا لا فحريم الشيء لو حكم ما هو حريم الله فإذا كان بطن الأم حريم للجنين اللي هو حيبقى نبي إزايد حرم صاحب الحبيب دخلتنا فالقواعد كده العقلية المنطقية علشان نفهم إن أمهات الأنبياء جميعا ناجيات لماذا؟ لأنهم حملوا في بطنهم أنبياء متهرين وبالتالي الشيء بياخد حكم الجوار يعني حتى الفراغ المحيط بصور المسجد عرفة المسجد بيبقى فيه فراغ جدا جنينة وبعدين فيه صور تدخلي المسجد من الفتحة في الصور دي صح وبعدين تمشي شوية في الجنينة علما تدخلي بقى بالمسجد عرفة الجنينة دي لا يجوز النحاق التمكس فيه لأنها لا حكم المسجد حريم الشيء القاعدة كده قاعدة مهمة نحفظها قاعدة الفقه حريم الشيء لو حكمه ما هو حريم لا الله نتوقف عند النقطة دي ونرجع مرة تانية نصادح النقاط المحمدية فإحنا هو من حيث بشريتي لا كالبشر حيث روحانيتي لا كالأرواح من حيث نبواتي ليست كالنبوات فهو مخصوص في كل شيء ونمسك الروحانية ونمسك البشرية ونمسك النبوة وعاوزين نعرف مظاهر الرحمة بقى صلى الله عليه وسلم اللي احنا عايشينها نروح فاصل ونرجع مرة تانية مع مولانا العلامة الجليل الدكتور يسر جبر برحب بحضرتكم مرة تانية ولسه في شهر ربيع الأنور مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقفنا عند مظاهر رحمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المظاهر دي كانت متمثلة ازاي وكان بيتعامل ازاي مع زوجاته مع أولاده مع الخدم مع جيرانه في كل حاجة حواليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انت بتتكلمي على مظاهر الرحمة النبي في شخصه كويس في إنسانيته وهناك مظاهر لرحمة النبي من حال روحانيته نعم فإخدبالك فالنبي له حالين حال بشري حال روحان وحال حقيقة الروحانية حقيقة الروحانية فأمظهر كل رحمة في الأكوات كل رحمة حتى الهواء اللي بنتنفسه إن احنا الريقي اللي بنبلعه الطعام اللي بنشربه البصرة اللي بنبصر بيه السمع اللي بنسمع بيه كل نعمة احنا عايشين فيها وكل وجدان في قلبنا ومشاعر جميلة مصدرها ايه امتداد هذه الرحمة في سرايانها فينا كسرايان الماء في العود أما تشوفي أم سواء في عالم الإنسان أو في عالم الحيوان أو في عالم الطير كيف تحنوا على أبنائها ده أحد مظاهر الرحمة أما تشوفي الإنسان يشوف حد ضعيف فقلبه يعطف عليه عطفي شديد ويبقى عايز كده يعني إن شاء الله حتى يبيع اللي ويراه اللي قدامه ويخرجه من الأزم اللي هو فيه هاي زي 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 الشعور بالشفقة ده مظهر من مظاهر الرحمة فإحنا أصلا عايشين في الرحمة وأصعب حاجة من كتر ووضوح الرحمة اللي إحنا عايشينها التكلم في الواضحات فإحنا وإحنا قاعدين كده أنا بنعب حرك إيدي كده وأنا باب العري رحمة وأنا باب ربش عيني وأنا قاعد كده ومش حسس بألام في مفصلي مش كل دي رحمات ده على مستوى الجسم طب وعلى مستوى الزرة بقى أنا فيها كم زرة مليارات حضرتك قلت كتير مليارات مليارات من الزرات كل زرة دي لها نصيب من الرحمة علشان الزرة جنب زرة جنب زرة تعمل جزيق والجزيق جنب الجزيق يعمل خلية والخلية جنب الخلية تعمل عضو والعضو جنب العضو يعمل إنسان كل حاجة من الزرة للجزيق للعضو للإنسان بياخد نصيبه من الرحمة يعني الرحمة كده اللي هي النعم أصلا حديك برضو بتحكي عن النعم ما هي دي النعم ما هي نعم الله سبحانه وتعالى جعلها رحمة إن ربنا ينبت لنا الأرض ونزل لنا مطر دي من مظاهر الرحمة إن ربنا سبحانه وتعالى يخلق لنا عالم الحيوان علشان نسخره ونأكل من بعضه ونركب من بعضه ونتعلم حتى من سلوكيات الحيوانات واخد بالك إزاي ونشوف منهم التوكل وكأي من دبة لتحمل الرزقها الله يرزقها وإياكم فما نحملش هم الرزق إحنا بنشوف الدواب بالأرض بتخرج كل يوم لمعها في زكارد ولا معها مثلا شنطة ولا حتى لابس لبس حطي بجيوب عشان يحط حاجة ولا واخد معها سندوتش عشان أما يجوه يأكل صح؟ صحيح يعني وكأي من دبة لتحملوا الرزقها الله يرزقها وإياكم فلما نشوف الدواب دول مش حاملين هم الرزقهم وشبعانين وتعب يوم يتشال هم الرزق من قلب الإنسان ويسلم نفسه للرحم يعني يا رب كما رحمت الدواب بلا حيلة فإزاي إن أنا أحمل همي هم رزقي وأنت رزق الكل طيب عارف الحد في البحر يفتح بقه كده بيأكل طن فتحت بقه كده طن نعم ولا عنده مزارع ولا مصانع ولا علشان يجيب هذا الطن مين اللي يهوله اللي خلق صحيح فمشان يقدر إحنا بقى ربنا يدينا سندويش مثلاً علشان كده لما الإنسان يشوف مظهر رحمة الله في الأكوان في كلها وإحنا على فكرة منشوف مظهر رحمة الله في الأكوان الكون اللي إحنا فيه ده اللي هو الدنيا ده 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 يعتبر زرة من أكوان الله ده الرسول صحيح سنة بيقول بيقول السماوات والأرض السماوات السبع والأراضين السبع والمجرات اللي أنت بتشوفيها دي وبسألي وكالة ناسة بقى بتقولك يعني سعة الكون المرئي 93 مليار سنة ضوئية يعني يفضل الضوء مسافر 93 مليار سنة علشان بس يقطع قطر الكون المرئي ده ده إيه بقى ده ده علم الدنيا ده علم الدنيا ده طب حيروح فين بقى جنب السماء الأولى والسماء الأولى حتروح فين جنب السماء الثانية لما نوصل لسبع سماوات وربنا بيقول واسع كرسيه السموات والأرض وبيقول صلى الله عليه وسلم إيه الكرسي وده مخلوق من خلق الله السموات والأرض وما فيهن بالنسبة للكرسي كحلقة في فلا يعني كأنك رامتي خاتم في صحراء صحيح والكرسي بقى الواسع ده بالنسبة للعرش وده سقف الجنة كحلقة في فلا كل العوالم الديقة والمتوسطة والمتسعة دي كلها واخد نصيب من الرحمة احنا كل اللي بنتكلم عليه ده فعلي من الدنيا واحد عالمية وقسم الرحمة دي ايه الحقيقية فالنبي من حيث روحنيته واسعت رحمته كل شيء مش ربنا بيقول واسعت رحمتي كل شيء طب ورحمة الله اللي هي ايه اللي هي وما أرسلناك إلا رحمة العالمية يعني رحمة سيدنا محمد دي رحمة إلهية طبعا ما هي مظهر صفة الرحمة في الله فإذا كان صفة الرحمة لله واسعت كل شيء طب مظهرها ايه في الأكوان الرحمة المخلوق واسعت رحمتي كل شيء شيء اللي رحمتي حطي ايه روحانية النبي علي الصلاة اللي هي ايه ما أرسلناك إلا رحمة للعالمية إلا رحمة للعالمية يعني ما ظاهر رحمة النبي من الزرة للمجرة ده في عالم الدنيا ثم في عالم السماء الأولى هو مش خلق فسو قدر فهذا خلق كل مخلوق مما نراه ومما لا نراه وكل ما مخلوق سواه الله سبحانه وتعالى وقدره يعني جعله صالح لأداء وظيفته وهدا لأداء ما طلبه منه كل هدي الأشياء شو في خلقه فسو قدره فهدا كم نعمة كل نعمة مندي بتاخد نصبها من الرحمة جزء من الرحمة آه الله نعمة الخلق نعمة التقدير والتدبير نعمة ايه حسن الصورة بحس ان كل مخلوق مخلوق على صورة صالحة لأداء مهمته الله دايما كانوا يقولوننا يعني عايز تعامل لقدامك حلو وزي ما سيدنا يعني النبي قال وزي ما ربنا قال لنا وحسنا على المعاملة الطيبة شوف سيدنا النبي كان بيعامل اللي حول الزي النبي كان بقى إيه لأنه رحمة من حيث وجدانه وحقيقتي قبل زور بشريته فلما ظهر بشريته كان عجيب في التعامل مع الناس كان رحمة بالجماد ورحمة بالحيوان وبالنبات وبالإنسان وبالطفل وبالمرأة حتى بالجن حتى بالملائك كان رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم واشاكرا ما نشوف النبي كيف كان يعامل الصغير ويعامل الكبير ويعامل المرأة ويعامل الرجل ويعامل العدو ويعامل الصديق حتى معاملته لعداء وكترحت يقول لهم اذهبوا فأنتم التلقاء لا تسريب عليكم اليوم اللهم حربوه وهجروا من بلده وكانوا يسلطوا الناس عليه عشان يقتلوا ويسحروا ويحسدوا ويعملوا جوائز لللي يأذي النبي ويجيشوا الجيوش عشان بعد ده كله لما يتمكن منهم يقول لهم اذهبوا فأنتم شوفي الرحمة إذا كانت رحمته كده مع عدوه هيبقى مع حبيبه صحيح استأذمنا فضلتك نخرج فاصل قصير ونرجع مرة تانية نكمل ليلة محمدية في حب المصطفى صلى الله عليه وسلم برحب حضرتكو مرة تانية ولسا مكملين كلامنا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع العلامة الكبير الدكتور يوسري جبر نروح لنقطة برضو ومش هتختلف كتير عن النقاط اللي تكلمنا عنها يا دكتور يوسري ربنا سبحانه وتعالى جمع كل الأنبياء وكل الرسل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء وصلى بيهم إمام وجعل رسالته هي خاتم المرسلين التفضيل هنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليه ربنا فضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن باقي الرسل أولا ذلك فضل الله يؤتي من يشاء وكان بداية الخلق لابد أن يخلق واحد يتعدد في سائر العوالم كما أنه لما أراد خلق إنسان خليفة في الأرض خلق واحد وتعدد في زريته فسنت الله لأن من أسماء الله الواحد فمظهر الواحد لابد يبقى واحد كويس فلما ربنا أراد أن يكون اسمه الواحد له مظهر في الأكوان فخلق واحد نور واحد جعلها روح واحد تكثرت منها سائر الأرواح وسائر الموجودات زي ما قلتلك في الأول في أول الحلقة زي مثال كده نفس واحدة أبونا آدم كثرها في زوجته ثم في زريته اليوم القيام دون أن يتشوش أبونا آدم في وحديته يفضل واحد برضو بالرغم من أنه تعدد في زريته يعني هو ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن الوحدة بتتكثر دون أن تتأثر في وحدته زي إيه كمثلة حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبولة مئة حبة مئة حبة إيه بقت حبة بقت سبع ومئة حبة وهي حبة واحدة بقت سبع ومئة حبة في عالم الحس مش بنشوفه بنشوفه نواية واحدة تطلع منها نخلة تجيب كم بلحة وكل بلحة فيها نواة وتقعد كده مثلا سنوات صح يعني في عالم النبات الوحدة متكسرة وفي عالم الإنسان الوحدة متكسرة مش كده برضو وفي عالم الحيوان الوحدة متكسرة تمام في عالم الأرواح الوحدة متكسرة فربنا خلق لنا عالم الحس عشان من خلال الحس ندرك الغائب من خلال الحس الحس المحسوس ندرك الغائب يعني يا ربنا بيديكي حاجة محسوسة عشان ما يكلمك بشيء غائب انت مش قادرة تدركيه تقومي تقدري تتصوريه تمام فاحنا لو ما كنتش في عالم الحس ان الوحدة متكثرة دون ان تتأثر في وحدتها زي يا ابونا آدم وزي النواة وزي الحبة وزي ايه الاباء والامات بيتكثروا في اولادهم دون ان يتكثروا في وحدتهم مش كده برضو عالم الحس كلنا ده يوم انت تدركي من هذا ان الاسم الواحد يبدأ بواحد يكثر منه سائر المرادات فلما كان في عالم اللطيف قبل خلق الكسيف قبل الاكسام نعم خلق حالة لطيفة واحدة واحدة سيدنا محمد الحالة اللطيفة الوحيدة دي هي الروحانية المحمدية وما ارسلناك اللي رحمة العالمين فما ارسلناك الكافة الخطاب دي للروحانية اللطيفة مش لسيدنا محمد ابن سيدنا عبد الله وامه ستنا امينة وتولد عامل فيه لا 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 ده قبل ما يخلق ده كله فيبقى الواحدية تقتدي ان تبدأ بواحد ثم تتكسر فاسم الواحد الله واحد انا هتديلك المثال اما نقول احد تعرف تقولي حاجة بعدها لا لما نقول واحد ده نقولي اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى الواحدية قابلة للتكسر الاحدية غير قابلة للتكسر كان الله ولم يكن شائعا معه يعني احد فيمتي يبقى كان الصفة الاحدية هي التي ايه بطنت فيها الواحدية وصل المثال فيمتي لما اراد الله سبحانه وتعالى يخلي الواحدية تظهر ويبطن الاحدية خلق ايه حالة الحالة دي اللي هي النور المخلوق اللي هي حالة برزخ بين الاحدية والواحدية حتى تتكسر الواحدية فتظهر تجلد تجليات فاينما توله فثم وجه الله فاينما توله في الاكوان فثم وجه التجلي فالتجليات متعددة والمتجلي واحد المظاهر متعددة والظاهر واحد المظاهر مقيدة والواحد لا يتقيد نروح لصورة الاحزاب والاية الكريمة اللي بتقول يا ايها النبي اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا عايزين من حضرتك توضح لنا الاية الكريمة دي ونفهم يعني ايه شاهد ويعني ايه نذير ويعني ايه مبشر شاهدا اسم فاعل مش كده صحيح احنا عندنا في لغة العرب في عندنا فعل وحرف واسم نعم الفعل اللي هو ايه يدل على معنى مرتبط بزمان والاسم يدل على معنى في ذاتي غير مرتبط بزمان يصبوط والحرف يدل على معنى في غيره مش كده برضو طيب نشوف بقى شاهد دي فعل ولا اسم ولا حرف هنلقيها اسم سموها اسم فاعل يعني غير مرتبطة بزمان يعني أنت شاهد على كل الأزمنة شاهد على كل الأزمنة شاهد على كل الأمكنة شاهد على كل الخلق يبقى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث حقيقته كان شاهد لكل شيء لأنه هو سبب إمداد كل شيء للظهور فلا يغيب عن شيء كويس وعشان كده قال شاهد وعشان كده فكيف إذا جئنا من كل أمتي بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة كل الأمم حتى قبل ما يتولد النبي حيشهد على كل الأمم عليه الصلاة والسلام يبقى هو طب حيشهد عليها إزاي وهو ما كانش مولود لأنه كان موجود بروحه روحه موجودة دي أول حي خالص دي الأولانية خالص فهو شاهد بروحانيتي قبل ظهور بشريته ثم شاهد في حال بشريته لأمته ثم وهو في قبر تعرض عليه أعمال أمته فهو شاهد في كل أحواله طب ونزير النزير اللي هو يأتي بإنذار الناس أن يغفلوا عن مولاهم وأن يغفلوا عن العهد الأول يوم ألست بربكم إحنا كلنا يوم ألست بربكم في عالم اللطيف ربنا أخذ من بني أنا من ظهورهم ظهورياتهم شاهدهم على ربهم ألست بربكم من كل البلا عرف أول من قال بلا إيه مين سيدنا محمد لأنه أول برضو ما خلق الله فهو أول قائد بلا هو سيدنا محمد وعلى شكرة وأول المسلمين حقيقتها من حيث رحانياته وأول المسلمين من حيث بشريتي هو من المسلمين الله ومن حيث رحانياته وأول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العمين لا شريكة لو بذلك أمرت وأنا أول المسلمين أنا هنا مش الشخص المحمدي أنا هنا اللي هي الرحمة للعالمين الله طب هاي بشرنا بإيه ومبشرا فإحنا الأنبياء جات في الدنيا عشان تذكرنا لما سرنا بشر وإنسان نسينا العهد الأول اللي هو؟ اللي هو ألست بربكم الكل قال آمن وقال بلى أنت ربنا لما انتقلنا في أصلاب الأباء وأرحم الأميات أجيال متعددة وجينا في سورة إنسان الإنسان ينسى طبيعة الإنسان ينسى ما سميه إنسان إلا نسيه صحيح فإحنا نسينا العهد الأول فربنا بيبعت لنا الأنبياء يفكرون بالعهد الأول اعبدوا ربكم الذي خلقكم اعبدوا الله واتقوا ربكم يبقى هنا وعشان كده ربنا قال على الكافر ينقضون عهد الله من بعد ميثاق يعني ينقضوا عهد يوم ألست بربكم لما أخذ الميثاق عليهم نقضوا في الدنيا وسمىه الحنس العظيم الحنس العظيم اللي هو نقض العهد خلف فعض طب العهد النهون هو ربنا خد مننا عهد إيه إحنا لسه مولدين آه خد مننا وإحنا لسه في أسلاب الأباء قبل أن نجد في عالم الأرواح يوم ألست بربكم يبقى وظيفة الأنبياء نتيجة تذكرنا بالعهد الأول حتى نعرف ربنا ونؤدي ما أراده مننا حتى لا نغفل بسبب شهوتنا وبسبب قصر نظرنا وبسبب عدم إدراكنا لما كنا فيه حيث حقيقتنا اللطيفة وعلشان كده قال إيه فاذكر هو قال ما قال لهمش يعني يذكر يعني إيه يذكر حاجة نسته صحيح إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فالنبي يذكرنا بإيه إن إحنا في إحنا أرواح أقررنا لله بالإيه بالربوبية وبالعبودية فإذا كنا أقررنا بهذا المفروض فعلا بدوني نورف بالعهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول فجاء الأنبياء يذكرونه بالعهد الأول اللي هو ربنا قال عليه إيه الحنس العظيم بالنسبة للكافر في صورة الواقعة هو الحنس العظيم ده بيتكلم على عهد الأول يوم كلنا قلنا بلا فرعون قال بلا وهتلر قال بلا وهامان قال بلا والأنبياء كلهم قالوا بلا وكل الناس قالوا بلا كافرهم ومؤمنهم بس مين أول واحد قال بلا الحبيب عليها أفضل الصدر صلى الله عليه وسلم الكلام عن الحبيب كمان فعلى شكرة بيقول إيه يعني أنا أول المسلمين وقال أنا أول العابدين الكلام عن الحبيب ممتع لكن إم تبقى قال من المسلمين ما قالهاش اللف مرة واحدة لما تكلم على الشخص المحمدي في صورة النمر يقول إنما أمرتوا أن أعبد ربا هذه البلدة فلما تعلق بالبلدة يبقى بتكلم على سيدنا محمد الإيه الإنسان إنما أمرتوا أن أعبد ربا هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرتوا أن أكون من المسلمين شوفي الأية دي الوحيدة قال من المسلمين لأنه بيتكلم على الشخص المحمدي اللي تولد عام الفيل وتوفي بعد 63 سنة لكن لما بيتكلم على حقيقته اللطيفة يقولوا أنا أول المسلمين وأنا أول العابدين للأسف مولانا وقتا يعني حلقتنا انتهى وخلص أنا بشكر فضلتك العلامة الجليل الكبير الدكتور يوسري جبر من علماء الأزهر الشريف شكرا لحضرتك شرفتنا ونورتنا في قناة الناس مشاهدين الكرام بشكر حضرتكم على حسن المتابعة وأشوفكم على خير بإذن الله